طلب الأخير لو فيه كلمة تقدمها لبناتك الحبيبات اللي انت بتقول ان المشروع اللي في الغرداء ده دي فلوس البنات لو هتقدم لهم رسالة البقاء والدوام لله توفى الفنان المحترم هشام سليم عن عمر يناهز 64 سنة طبعا الفنان سليم توفى بعد إصابته مرض السرطان خبر إصابة الفنان الكبير المبدع الإنسان الخلوق هشام سليم بالسرطان الفنان هشام سليم توفى بمرض السرطان بعد ما عانى كتير جدا منه وبعد ما حاول محاولات كتير جدا علشان ربنا سبحانه وتعالى عيش فيه من مرض السرطان وبدأ انه ياخد علاج علشان ربنا يخفف عنه لكن للأسف السرطان ما خرقش من جسمه النهاردة توفي الفنان الكبير هشام سليم عن عمر يناهز 64 عام ده بعد طبعا صراع طويل مع مرض السرطان تنوعت أدوار هشام سليم الفنان فيه كل الحقيقة عمل أداة أثبت موهبته الكبيرة وأثبت براعته في تكسيد الشخصيات المختلفة وقدرته على انتقاء أدواره في كل مراحل عمره سعده ده الحقيقة كمان هدوء شخصيته دايما كنا بنشوفه طبيعي حقيقي فيش تكلف أو تصنع علشان كده كان بيدخل القلب والعقل عقل المشاهد بسهولة وسلاسة جدا جدا الفنان هشام سليم كان عنده تلات بنات ولكن بسبب انفصاله عن مراته الأولانية بقى فيه بنت عايشة معاه بعد الانفصال وبنتين موجودين مع أمهم بعد انفصالهم على البقى من ضمن بنات الفنان هشام سليم كان فيه بنت اتحولت جنسيا بقت من بنت لولد والحاجة دي حاجة الهية يعني مش حاجة مقززة دي حاجة الهية من عند رب العالمين سليم كان بيعاني عناء كبير جدا مش بس مع مرض السرطان لأ ده كمان كان بيعاني مع مراته الأولانية اللي ما كانتش عايزة ترجع له بناته أو حتى تسمح له ان يشوفهم لأ وكمان كانت بتقرههم فيه النهاردة يتم تشيئ جسمانه من مسجد الشرطة اللي موجود في الشيخ زي أشكركم جدا متابعين مع حضركم بإذن الله التفاصيل الجديدة كان معكم موسف سعيد براية الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر